مهمة تشكيل الحكومة في إسبانيا توكل أخيرا إلى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتونونيز فيخو قرار الملك فيليب السادس الذي أعلنت عنه رئيسة مجلس النواب يأتي كمحاولة لكسر الجمود السياسي الممتد منذ يوليو الماضي بعد إجراء انتخابات غير حاسمة خطوة بررها الديوان الملكي بكون الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي تمكن من حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وعلى الرغم من عدم حصوله على الغالبية المطلوبة لتولي المنصب يحاول ألبرتونونيز فيخو تقديم ضمانات الضمانة الأولى هي أنني مرشح الحزب الذي فاز بالانتخابات العامة في الثالث والعشرين من يوليو والثانية هي أن هناك أربعة أحزاب لديها مئة واثنان وسبعون نائبا في هذه الظروف من واجب وضع نفسي تحت تصرف رأس الدولة يرتقب تحديد موعيد جلسة تصويتهم بمجلس النواب على تولي فيخو رئاسة الحكومة وللفوز يتعين على زعيم الحزب الشعبي نيل الغالبية المطلقة أي الحصول على أصوات مئة وستة وسبعين نائبا من أصل ثلاثمائة وخمسين ويحاول الحزب الشعبي الاعتماد على تجاربه السياسية السابقة في إقناع الأحزاب القومية إذ كانت إسبانيا قد شاهدت سيناريو مماثل عام 1996 تكليف الملك المعارضة بتشكيل الحكومة وترقب تحديد موعد جلسة للتصويت عليها بمجلس النواب رغم صعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة خطوات قد تبدد أي أمل لبيدرو سانشاز في العودة إلى تولي رئاسة الحكومة